اهلا وسلامكم في حلقة جديدة من زوائل حدث نناقش فيها تبادل الاتهامات بين طرفي الاتفاق بتعذيب وقتل اسرى ومختطفين ضعت الحكومة الى تحقيق عاجل في جرائم قتل عدد من الاسرى داخل معتقلات ميليشيا الحوثي جذلك في تصريح لوزير الاعلام معمر الارياني نشرت وكالة سبع الحكومية حيث اشار الى ان عدد من الاسرى اقتلعت اجزاء من اجسادهم وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية واوضح ان بين الضحايا الاسيرين محمد الصباري وعزام صيفان وكانت منظمات حقوقية من بينها منظمة سام قد تحدثت عن ان الاسيرين تعرضا للتعذيب حتى الموت في سجون الحوثيين وابلغت الحكومة في وقت سابق المبعوث الاممية الى اليمن بان ميليشيا الحوثي قتلت 200 مختطف داخل سجونها بالمقابل تداول الاعلام الحوثي دعاءات اتهمة فيها الشرعية بتعذيب عدد من اسرى الحوثيين نناقش صحة هذه الادعاءات وما يجب فعله لحماية الاسرى والمختطفين مع ضيوف الحلقة بعد متابعة تقرير الزميل ودعطة مع استكمال المرحلة الاولى من تبادل الاسرى والمختطفين بين الشرعية وميليشيا الحوثي في صنعاء وسيئوم وعدن التأمت ارواح بينما لا تزال اخرى تعيش لوعة الفقد ووجع الفراق عمت مظاهر الفرح انحاء ساحات المطارات وقاعات الاحتفاء لم ينغصها الا مشاهد مختطفين واسرى محررين يتكئون على العكازات كان واضحا انهم تعرضوا لتنكيل حد اتلاف اطرافهم فضلا عن التداعيات النفسية لحالة الاعاقة التي ستلازم بعضهم ربما لبقية العمر مصدر رسمي في المنطقة العسكرية السادسة اكد لبلقيس مؤخرا مقتل اثنين من اسرى الجيش الوطني لدى الحوثيين احدهم كان مدرجا ضمن قوائم التبادل ولم يكن اي منهما مصابة هذه الحقيقة المؤلمة كما يبدو لم تلقى الاهتمام الانسان اللازم من رعاة ملف التبادل تم التعامل معها كما لو كانت حدثا عابرة كثيرة هي قصص التعذيب التي طفحت بها سجون الميليشيا الكوثية ولا يزال في ذمتهم اكثر من مائتين وخمسة وثلاثين مخفيا قصرا منهم تسعون مخفيا قصرا منذ ست سنوات لا يعلم احد عنهم شيئا ولا يبدو انهم في اولويات الاهتمام الدولي هذه الحقائق والمعطيات تثير التساؤل عن مدى جدية المجتمع الدولي في تحمل المسئولية الاخلاقية والقانونية وفقا لنصوص القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بشأن الحماية اللازمة للأسرى والمختطفين من اية انتهاكات او على الاقل ضمان الحماية الصحية في السجون اذا نرحبوا بضيفين من الرياض المختطف السابق لدى الحوثيين جمال المعمري ومن لندن المحامية ام كالثوم بعلوية البداية مع سيد جمال سيد جمال انت كمختطف سابق لدى الحوثيين وتعرضت ايضا لتعذيب وتنكيل في سجونهم لو تطلعنا على مواجهته شخصيا من تعذيب اياكم الله شكرا للصباحة وشكرا لاهتمامكم بالوضع الذي تتخلى عنه الكثيرين وهو وضعهم في جمال سجون ميليشيات الحوثي طيلة هذه السنوات الستة التي استمرت ميليشيات الحوثي في انتهاكاتها في جرائمها في استادها واهلاكها للحرق والنسل ما حصل لزملائهم للمعتقلين طيلة الفترة السابقة قد يكونوا لا يقفى على احد فوضعية التعذيب الممنهج التي تستخدمه ميليشيات الحوثي ليس وكأنه شيء عابر وانما الميليشيات الحوثية تتعمد اذلال المقتضفين تتعمد تعذيبهم حتى الموت تتعمد اخراجهمهم بحالات مأساوية بحالات شلل كما حالة الآن كما حالة أنت الصراري كما حالة الكثيرين لا ننسى أيضا ما تعرض له الشهيد أنور الركن والمحمد الأحمدي وما تعرض له البقية بل يا أختي العزيزة قبل أقل من أسبوع المختضف والأسير العزام صافيان أو عزام صافيان عزام العزي صافيان طلبوا التبادل بالأسير فعندنا جاءوا للتبادل وجدوه جثة وجدوه بدون عينين بدون أذنين بدون أنف يدعو أنفه نحن في منظمة إرادة لمناهضة التعبيب والأسفار القسري كونية رئيسا لهذه المنظمة هو قد وهبت عملي وجل وقت من أجل المختطفين ومن أجل اتفاع عن القضايا الإنسانية وعن القضايا الحقوقية وعنما تعرضت له وتعرض له الكثيرين نعيد الجميع أن لن تسقط جرائم الحوثين بالتقادم حتى وإن قوبلنا يعني قوبلت هذه القضايا بالتهميش أو قوبل المختطفين للأسف الشديد بإهمال ملفهم إهمال ملف المختطفين غير منبرر لا للشرعية ولا للمنظمات المحلية ولا للمنظمات التولية هناك الكثيرين من خرجوا الآن بالمئات ما هي العبرة بعد خروجهم تجدين نجد المختطف لا يجد التكن لا يجد الوظيفة لا يجد أي شيء هو في الحقيقة يعتبر نازح مشرد تعرض للتعذيب والتنكيل فضلا عن من خرجوا على الكراسي المتحركة فضلا عن من هم الآن طريقين الفراش من الذي التفت لهم في المجتمع لم يلتفت لهم أحد لا حتى الآن يعني طيلت هذه الفترة وقد خرج لنا يعني بالمئات من المختطفين كان الواجب على الحكومة الشرعية وجوبا وليس فضلا أن تنشئ لهم هيئة أو تنشئ لهم بالأحرى وزارة أو جهة معنية استعتني بهؤلاء المختطفين الذين يفرجوا عنهم أضف إلى ذلك المختطفين الذين في السجون من الذي يرعى أهليهم هناك الكثيرين يعني في اليمن إذا كان الناس يتساططون من الأوبئة والأمراض والجوع والوضع المزري في مناطق سيدرة الحوثيين يعني إذا كانوا في هذه الحالة للناس يعني للأسرة التي يتوفر لها عائلها فكيف بالأسرة التي لا تجد زوجها أو لا تجد ابنها أو لا تجد من يقوم بحالهم ويعني ويقوم بأعالتهم سيد جمال أرجو أن تبقى معي سنتحدث أكثر عن هذا لكن أتحدث الآن مع المحامية أم كالثوم باعلوي من لندن سيدة أم كالثوم وأنت استمعت معي إلى جمال المعمري يحكي معاناته ومعانات زملائه إلى أي مدى يلتزم الحوثيون برأيك بتوفير الحماية النفسية والصحية للأسرة والمختطفين في سجونهم أولا شكرا لكم الاستباقة مؤسف جدا أصلا أن أي يمني يتعرض لأي معاملة سيئة أول شيء الذي انصدمنا منه نحن كان هو أن لما بدأت المشاورات في السويد بخصوص ملف الأسرة وجدنا أنفسنا أن الطرف الآخر لم يكون لديه قائمة على الناس المفهودين أو الأسرة الذي سيريد من الطرف الآخر الذي تقصدين لحظة يا أختي دعيني يا كامل فليس لديك الآخر يتكلم نعم ستتحدثين لكن نريد أن أعرف عن من تتحدثين أنا أتكلم عن أسرة من طرف الشرعية المزعومة الرجل هذا الذي سلم عمر هذا هو الحين في عاصمة دولة مشتركة في العدوان على اليمن فبالتأكيد بيقول كلام يسرهم وإلا يتعرضون مثال الإساءات أحنا نقول أن جماعة الحوثي لا يعاملون الأسرة معاملة سيئة أبدا ويشهد الله على ذلك لأنهم ناس متزمين بأوامر الله في القرآن وبالقوانين الدولية كما يشهد له الواقع وأحد الأسراء أمس كان في قناة الحدث يقول أن جرح إسر قص بنيران صديقة من دول التحالف فالجروح هذه تتكلمون عنها أكيد هذه إسر الأعمال الإدائية من دول العدوان أنفسهم أما بالنسبة لمعاملتهم كأسرة نحن ننزم بالقرآن حرفا حرفا ونعاملهم كما يأمرنا الله سبحانه وتعالى قبل ما نفكر عن القوانين الدولية القوانين الدولية تنص أن الأسير هو عبارة عن ضيف أصدر يحق له كل الحقوق من خدمات طبية أكل شرب رياضة فصحة كل شيء نعم لا نختلف حول ذلك لكن أم كلثوم أنتك حقوقية وأنت تجاهدين العشرات نعم وأنت تجاهدين العشرات من أثر الطرف الحكومي عائدين بعكازات المعاملة وحشية داعشية لا يجوز لأي يمني أن يرتكبها أم كلثوم اسمحي لي لو سمحتي أم كلثوم الآن أرجو منك أن تسمعينني أنتك حقوقية بالأمس شاهدنا العشرات من أثر الطرف الحكومي عائدون بعكازات وبأوجه شاحبة ما الذي تبادر إلى ذهنك عندما رأيتي هذه العكازات أنا أنا أقصد بكلام الشاهد الذي كان يتكلم مع قناة الحد أمس قال إنها أصيب إسراء قص من السحالف أصيب بالشدايا من السحالف ومشهو من أخلاق يمني حكيم يمني مثل ما هو الجيس والأجان الشعبية يعامل أسير بهذه الطريقة شوفوا السودانية شوفوا السعودية هذول يا جانب ما لنا عليهم شي يحب لنا أصول أن نعدمهم لأنهم جاءوا إلى بلدنا معتدين ولكننا لم نفعل بهم ذلك عاملناهم معاملة الضيف ورجعناهم إلى بلادهم حتى من حسن نوايا مننا ما حطرب مننا إفراج عن السعوديين والسودانيين ولكن فرشنا عنهم من باب حسن نوايا إذا نفعل هكذا مع الأجانب كيف نتعامل مع أبناء بلدنا نحن نريدهم أن يكونوا أن يعقلوا نحن أصلا متوجعين لهم لأننا نرى كيف يهمل ملفهم كيف هم مساكين متشردين في أفريقيا في إنديا في مكان أماكن كثيرة يعني ما يجوز لأي يمني أن يهان بهذا طريق يعني أنا استغرب جدا هل الصواريخ هذه تستهدف اليمنيين فقط ولا تستهدف السعوديين والسودانيين في الحبس نفسه لكن أعود إلى السيد جمال المعمري سيد جمال المعمري استمعت معي إلى أم كلثوم المحام يا أم كلثوم ما تعليقك على كلام أنا عفوا أنا لا أدري من هذه الحقوقية التي تتحدثين عنها أنا أظن أن هذه الحقوقية التي تتكلمون عنها وكانها مشرف للتعذيف في سجون المليشيات الحوثية لكنها حقوقية لو كان عندها ذرة يعني ذرة من الإنسانية وذرة من الحقوق وذرة من العمل الحقوقي لعرفت الكلام الذي توجه لمن توجه يا عزيزة عندما تتكلمين عن هذا الكلام وتقولين أنكم تنكون على المنهج القرآني وتنكون على المنهج أنتم من دمرتم المساجد أنتم من دمرتم دور العبادة أنتم من قتلتم الناس قتلتم كتاب الله عز وجل ثم دعوشتم الناس من كهف مران أنتم من خرجتم بإبسادكم وإيرامكم وإرهابكم بالإرهاب الإيراني الذي عتيتم به وقدمتم به إلينا من إيران من إيران الفاجرة هذه التي جاءت لتدمير اليمن ثم تقولون دول عدوان أي عدوان أكثر من عدوانكم أنتم الذين شربتم اليمنين عندما يخرج المختص من الجانب الحكومي للشرعية أو من من هم محسوبين على الشرعية كلهم أساتبة كلهم أكاديميين كلهم شخصية اجتماعية كلهم مدرسين كلهم طلاب يدرسون في الجامعات تأتي لتكذب هناك صدف شرعي نحن نراهم ونحن نتحدى الحوثيين هؤلاء الفجرة هؤلاء المجرمين الإرهابيين نحن مستعدين للمواجهة معهم أمام أي جهة تولية محايدة نعم أستاذ جمال حتى نذهب بالموضوع بعيدا ونعود إلى موضوع الأسرة الآن إلى موضوع هذا الاتفاق والتبادل أم كلثوم سأعود إليك بعد قليل لكن أم كلثوم سؤالي هل يسمح الحوثيون بوصول الصليب الأحمر إلى الأسرة هل يزورونهم هل يطلعون على أحوالهم بالطبع بالتأكيد أنا أيضا على تنسيق معهم لأنني أنا أعمل حتى مع الأسرات الجنوبين الذين يتعرضون إلى اغتصاب بالخازوق يا أستاذة أنا معي قضايا كثيرة مرعبة أنا أتواصل مع الصليب الأحمر وأنا أعرف معرفة جيدة إن حكومة طنعات تتعامل مع الصليب الأحمر معاملة جيدة وتسمح لهم للزيارات والحديث معهم وكل شيء ومعاملة ثم معاملة راقية وأنا شهدت هذا لأنني عملت حقيقة لأنني كمحامية مقيمة في أوروبا مهم عندي أن أعرف الحقيقة ولم أتكلم بأي قضية إلا بعد ما عرفت الحقيقة بنفسي أنا عملت حقيقات ومع أي منظمات أخرى عملوا لي تحقيقات مستقلة الكلام الذي يقولها الأستاذ الذي معك هداها الله ليس حقيقي أصلاً إن لم تصدقوني تعالوا بلجنة دولية مستقلة تقوم بتحقيق عشان تكذبوني أو تكذبوه فهذا لم يحصل حتى الخبراء الذين وكلتهم الأمم المتحدة ليقوموا بتحقيق لم يتمكنوا في الدخول في الأماكن المستلة منعوهم من الدخول إلى هذه الأماكن لماذا؟ لأن عندهم جرائم خطيرة ضد الإنسانية يشتوى أن يخبوها وهنا المشكلة يا أستاذة أنا يهمني مصلحة كل يمني بغض النظر عن انتمائه طائفياً إرقياً ما يهمني هذا أنا يهمني كل يمني يكون آمن سالم في بلد حر مستقل مكرم ما يسرني أن أرى أسير مهين في الهند مفقود منطي لا يعطونهم حتى رواسبهم شكراً لك أم كثمبا علوي كنت معنا من ناندان أعود لسيد جمال المعمل سيد جمال لو تحدثنا عن الاهتمام الحقوقي من المنظمات هل لمشتم أي اهتمام من هذه المنظمات؟ سأضفع كعميد المقتضفين اليمنيين أن أدافع عن المقتضفين وأن أدافع عن ما حصل لي وعن ما حل ما ذكرته هذه التي تستعي أنها حقوقية لم يأتي الصليب الأحمر بتاتاً نهائياً لسجن الأمن السياسي أو العمل القومي ولم يزرنا نهائياً طيلة هذه السنوات بكاملها وأعتحت داه وأعتحت الصليب الأحمر أنا مستعد أن يأتي يقول الصليب الأحمر أنه دخل العمل السياسي أو دخل العمل القومي أو دخلت أي منظمة حقوقية لم تأتي أي منظمة حقوقية لزيارتنا ولم يأتي أحد لزيارتنا هناك مأساة في المجازر تتكبها ميليشيات الحوذي في سجونها وفي معتقلات السرية لدينا مئات المقتضفين لدينا مئات المعتقلين إن لم يكنوا بالآلات هؤلاء المئات فقط في سجن الأمن السياسي والقومي لدينا إحصائية في أكثر من 12 ألف مقتضف في سجون ميليشيات الحوذي لدينا أكثر من 900 مقتضف في سجن الأمن القومي والأمن السياسي يمارسوا ضدهم أفشع أنواع الجرائم تأتي لتقول لي أن الحوذيين يتعاملون بمعاملة إنسانية نحن نطالب بجهة محايدة لتأتي ويحدد طفل شرعها لهذه الجنايات وما تعرض له المقتضفين من شلل طرفي أو من شلل مصري أو من فقدان لبصر أو ما تعرضوا له من انتهاكات يحدثها عن طفل شرعي هل هذا الكلام صحيح أم هذا الكلام كذب لا تأتي لتقول لي وتداد عن الحوذيين الحوذيين إرهابي والعصر أكثر وأسوأ ميليشيات دخلت اليمن هم الحوذيين هؤلاء يشتغلون لصالح الخارج هؤلاء جاءوا لنا بأساليب أبشع من ما حصلت في أبو غريب أبشع من ما حصلت في سوريا هناك لدي العشرات من المقتضفين موثقين بالصوت والصورة ثم تأتي لتقول خرجوا السعودين سليمين وخرجوا السعوديين وهم مرتاحين كيف خرجنا أصلت بروي وسعود الجنسية أين ذهب مارس الأمريكي الذي قتلوا تحت التعذيب أمام عيني أين ذهب جولد كولتاي الذي قاموا بتعذيبه أين ذهب المقتضف جورج أين ذهب البقية لدي منفات للعروبيين والأمريكان قتلوا تحت التعذيب أمام عيني وأمام عيون المقتضفين لدينا ما يثبت على ذلك لدينا عدلة تامغة لا نتكلم إعلاميا فلنتكلم حقوقيا ونتكلم عن عرض الواقع وصلت فكرة كسير جمال معمري أشكرك جزيلة شكر كنت معنا من الرياض معنا من اسطنبول أيضا وكيل وزارة الإعلام دكتور محمد قيزان دكتور محمد مساء الخير مساء النورة كريمة كيف تقرأ الاتهام الذي وجهه وزير الإعلام اليوم للحوثيين بتعذيب وقتل أسرى ومقتطفين لديهم أشكرك وأشكر للإخوة المتابعين والمشاهدين الكرام لا شك أيها الأخوة الكريمة أن الصورة الأولية للمقتطفين التي شاهدناها وشاهدها العالم أجمع وهم يغادرون سلم الطائرة كانت مخيفة ومرعبة عن الحالة الصحية حيث ظهر عليهم الإعياء والإطابات والإعاقات جراء الانتهاء والتعذيب الذي تعرضوا له على الميليشية الحوثيين جميعنا يعرف الظروف والملابسات التي تم اختطافهم التي تم إطلاقهم يوم أمس اختطافهم من بيوتهم ومن أعمالهم ومن الجامعات التي كانوا يدرسون فيها تم اعتقالهم بصورة تعسفية والزجلهم لسنوات المعتقلات تضعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي لم يكنوا في الجبهات مثل الأسراء الفوثيين الذين تم أثرهم أصلا من جبهات القتال وكانوا في حالة اعتداء على المدنيين في عدة محافظات الكثير من المقتطفين تعرضوا للتعذيب وبعضهم توفي جراء ذلك وأصبح البعض مشلول أو معاق إعاقة دائمة وخرجوا بحالة نفسية مزرية جراء التعذيب الوفد الحكومي كان قدم لمكتب الأمم المتحدة مذكرة تفصيلية بأكثر من حوالي 158 ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب من قبل الحكوم هذا في نهاية 2019 وما زالت الأرقام تتوالى من خلال ما رابطت أمهات المتطفين من خلال أهالي عن قتل ذويهم سمعنا في الأسبوع سمعنا عن مقتل ناط نصير صيفان البالغ من العنب 70 عام من عمران الذي تم اختطافه لمدة 9 أشهر وأعيد إلى أهله واليوم الثاني توفى تم مقتل الأسيرين محمد الصباري وعزام صيفان وكان بعضهم على قائمة التبادل لا شك أن هذه الانتهاكات ندعو الأمم المتحدة واللقنة الدولية للطليب الأحمر مدعوين للإطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم والتي تشير المعلومات هل تكفي هذه الدعوة دكتور محمد هل تكفي هذه الدعوة وهل يمكن الاكتفاء أيضا بمسألة الإدانة عبر التغريدة التي نشرها وزير الأعلام لا هناك واجب على الحكومة الحكومة اليمنية عليها واجب أولا يجب عليها تركيب أوضاع أوضاع المختطفين التي تم إطلاقهم تركيب أوضاعهم ماديا وتأهيلهم نفسيا وجمعهم بأسرهم العظيمة لأننا نعرف أن جميع المختطفين كانوا أغلبهم من صنعاء ومن بعض المحافظات الرازحة تحت الاحتلال فهم الآن تم نفيهم مرة أخرى فأول خطوة حكومة هي أن تجمعهم بأسرهم حتى لا يأتي اليوم الذي يندم فيها المختطف أنه مات في استقن الميليشيات الشيء الثاني أن توقف لهم العلاج اللازم والدعم النفسي كخطوة أولى لأنه ظهر كما قلنا كثير منهم بعاهة في وجههم صعوبة حقيقية في الاندماج في المجتمع مطلوب أيضا من وجهة نظري أن تكون هناك منظمة أو هيئة خاصة مستقلة ماليا وإداريا الواجب أيضا على الحكومة أن تدفعهم وأن تشجعهم لتوفيق قصص هؤلاء المختطفين وما تعرضوا له خاصة لدى اللجنة الوطنية واللجنة الدولية تشجيع المختطفين لتقديم دعاوة أمام القضاء المحلي بدرجة أساسية وإن تعذر ذلك أن يقدموا دعاوة إلى القضاء الدولي هذا واجب الحكومة اليمنية واجب المنظمات الدولية الأمم المتحدة لجنة الدولة أن تستح تحقيق تتأكد فيه من ما ورد إليها من أنباع المقتل وتعذيب هؤلاء المختطفين نعم يعني بالتالي كيف يمكن متابعة تحويل هذه الاتهامات لتصبح دعوة قانونية كما قلت أنت كما ذكرت من شأنها حماية من بقي في سجن الحوتيين ما زال هناك كثير منهم أكثر ما يقارب عشرة آلاف منهم كيف سنضمن حمايتهم هناك هو بالنسبة لنك الحكومة يعني ليس لدينا إلا أن نضغط على عبر الأمم المتحدة وعبر اللجمة الدولية للطليب الأحمر وبعض الوسطاء على جماعة الحوثي بأن تسرع في تنفيذ اتفاق السكول الذي كان ينص على اتفاق الكل مقابل الكل وأن يخرج المختطفين من السجن حيث وهو حق أن يخرجوا ويعودوا إلى أسرهم لكن الميليشيات للأسف تتعنت نحن شاهدنا عندما تمت الرفض للتبادل لقائمة الإخوة الصحفيين وبعد ضغط شديد إلى آخر يوم من الصدقة تم إدراج خمسة من الزملاء الصحفيين وما زال أربعة المحكم عليهم بالإعدام يقبعون في سجون الميليشيات حقيقة ليس هناك ضمانات من قبل الميليشيات نحن نتوقع منها كل شيء لكن أملنا هو على المجتمع الدولي وعلى الحكومة حقيقة أن تمزل جهود كبيرة في ذلك بالنسبة للزملاء الآلاميين المحكم عليهم بالإعدام كما ذكرت أنت والذي رفض الحوثيون إطلاق صراحهم كيف بالإمكان ضمان سلامتهم خوفا من أي نعكاسات يقوم بها الحوثيون نحن في الحكومة نحن نبذل جهود وهناك أيضا جهود عن طريق وسطا عن طريق المكتب المبعوث الأممي وعن طريق اللجنة الطريبة الدولية وهناك أيضا عن طريق وسطا محليين هناك جهود تبذل لإطلاق صراحهم في أقرب فرصة إن شاء الله والحقيقة ليس هناك ضمانة كما قلت أن الجماعة الحوثي هي لا تتابه للمجتمع الدولي ولا لحفيات مانس انتهاكتها هي تقصف المدنيين بالصواريخ الباليسية المحرمة دوليا لكي تبه أن تراعي حقوق سجين أو مخطط هذه المدشيات لا تعيشوا إلا على القتل وعلى الغدر وعلى الدمار ولكن يجب علينا أن نصبر وأن نواصل نضالنا وأيضا واجبا على الإخوة الإعلاميين والحقوقيين أن يمارسوا الضغط من سلال وسائلهم الإعلامية لحماية زملائنا المخططين والإطلاق صراحهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم ثالمين دكتور تحدثت عن وساطات دولية ما مدى ثقتكم في هذه الوساطات شبابنا يموتون في السجون في سجون الحوثيين لم تنفع الوساطات سابقا يوم أمس وممكن هي بادرة أمال وممكن للمبعوث الأممي أن يبني عليها لكن حقيقة المبعوث الأممي خلال سنة هو لم يحقق إنجاز ما تم إطلاق صراحهم خلال فترة غرفية من قبل وساطات محليين يفوق هذا العدد بأكثر لكن نحن كحكومة ملتزمين بالاتفاقات الموقعة ونحن نحاول عن طريق الوساطات الدولية وأيضا عن طريق الوساطات المحلية نحاول في كل الاتجاهات نحن حريصين على إنهاء الحرب نحن حريصين على إنهاء معاناة شعبنا على إطلاق جميع المختطفين فهذا حق لا يحق للطرف معين أن يبتز وأن يضع شروط سياسية للإفراج عن المختطفين وخاصة ونحن نعلم أن جميع المختطفين أو أغلبهم تم خطاقهم من بيوتهم ومن من منازلهم ليس من جبهات القتال نعم ومدنيين فعلا دكتور محمد قيزان وكيل وزارة العلام كنت معي من إسطنبول أشكرك جزيل الشكر مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لحسن متابعتكم وشكر موصول لمعد الحلقة ودعا طاوة كافة الطاقة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة